امرأة متزوجة لم تحمل رأت اختها في المنام كأنها عندها مولودة وكأنها تجهز للطفل المولود هذه رؤية فيها بشر خير سواء لصاحبة الرؤية التي لم تنجب حد الآن لعل الله سبحانه وتعالى يعكس عليها الرؤية ومن الرؤى ما تعكس أحيانا كما قال عيسة السلام المرء مرآة أخيه فبالتالي قد يوسع الله سبحانه وتعالى على اختك في باب الذرية وقد يرزقك أنت شيء من الذرية والعلم عند الله سبحانه وتعالى نعم 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 هذا قرأناه قبل شوية اتصلت وقالت عنها ظل غيره أي الحية السوداء تدل على امرأة عدو وحاسدة وقد يدل على شيطان فالنظر المتبادل الحذر يعني أنت قد تكون صاحبة المسجد تحذر من قضية السحر وأيضا هذا الشيطان يحاول أن يؤذي فبالتالي لا بد يكون في تحصين كامل والحماية من هذا الشيطان كما قال الله سبحانه وتعالى إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوه نعم 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 والله ما أدري إيش وضع هذا الرجل العم يعني وضع الميت في مكان غير طاهر فقد يكون إنسان هذا عليه حقوق يعني عليه ديون عليه نذر عنده شيء من المظالم طيب فبالتالي اللي أقدر أقوله أن أنظروا أهل على هذا الرجل من الحقوق أخذوها عنه طيب الشيء الثاني احتضان الميت والحي طولة عمر للحي لكن الميت إذا بكى معناته غير مرتاح في قبرها فأكثروا لهم من الدعوات الصالحة لعل الله سبحانه وتعالى يخفف عنه والعلم عند الله سبحانه وتعالى نعم نعم هذا رجل رأى كأنه في السجن وكأنه بريء وسجن نظيف السجن والعياذ بالله في المنام يفسر بالهم كما قال الله سبحانه وتعالى يسجننه حتى حين ويقول الله سبحانه وتعالى ودخل معه السجن فتيان فإذا رأى الإنسان نفسه أنه مسجون يدل على أنه مهموم وإذا كان نظيف هذا السجن إن شاء الله همه يعني مو كبير لعل الله يفرج عنه همه وأحيانا يفسر السجن في المنام بالدنيا وبعد عن المعاصي والآثام كما قال عليه الصلاة والسلام الدنيا سجن المؤمن والعلم عند الله سبحانه وتعالى نعم نعم هذه امرأة رأت أهلها يعني على شجر ومنهم من يتساقط ومنهم من هو متعلق نقول أن الشجر في المنام رجال الشجر في المنام رجال نفع الشجر يعني أسماء الشجر النافع تدلع نفع الرجال نفسهم يعني الشجر الذي ليس فيه نفع هذا قيمة الرجال نفسهم كما قال عليه الصلاة والسلام أن من الشجر شجر كالمسلم وبيّن في نهاية الحديث بأنها يعني النخلة فأهلك يتعلقون في هذا الأشجار ثم بعدك سطق هو الذي يسقط في المنام وقع في مشكلة قد تكون هذه المشاكل الأسرية بين الأزواج وبين الزوجات نسأل الله أن نصلح لحوال العلم عند الله سبحانه وتعالى نعم ترجمة نانسي قنقر